اللجنة القانونية في مجلس النواب تعلن اتفاقا سياسيا سيظهر للعلن خلال اليومين المقبلين بخصوص مسألة الدوائر المتعددة وتتحدث عن مقترحات عديدة طرحت على طاولة النقاش بحضور عضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقترحات تقسم المحافظات وحسب النسبة السكانية إلى ثلاثة حقول الحقل الأول يشمل المحافظات الثلاثة الكبيرة وهي بغداد والموصل والبصرة تقسم إلى أربع دوائر انتخابية فيما يتحدث الحقل الثاني عن عدد مقاعد المحافظات التي تتراوح بين عشر إلى خمسة عشر فإنها تنقسم إلى ثلاثة دوائر أما الحقل الثالث فيتحدث عن عدد مقاعد المحافظات التي تتراوح بين سبعة إلى إثني عشر فإنها تنقسم إلى دائرتين والاتفاق النيابي يذهب نحو اعتماد الدوائر المتوسطة يوم السبت ستمضي جلسة مجلس النواب التصويت على دوار متعددة أكثر من المقترح هو في طاولة النقاش بين الكتل السياسية واللجنة القانونية هذه المقترحة ستتبلور وتنتج عن التصور مقترح واحد يذهب يوم السبت باتفاق كل الكتل السياسية حتى لا تكون هناك خلافات أو مشاكل داخل الكتل السياسية وفيما يخص مسألة الأقضية والوحدات الإدارية التي لم تحسم عائديتها وكذلك التداخل الإداري بين هذه الوحدات مضافا إلى هذا مسألة التنوع المكوناتي وفقدان الأصوات من طرف إلى آخر وعلى هذا الأساس فقد تحدث نواب عن ضرورة توخي الدقة في تحديد الدوائر الانتخابية هناك أقضية متداخلة هناك أقضية فيها تنوعات يعني اليوم نحن في نينوة هناك تنوع ليس من الصحيح أن تدمج قضاء بنوع معين مع قضاء آخر فقد يذهب إلى أصوات نوع معين إلى نوع آخر يعني مكوناتي فبالتالي يجب أن يكون هناك دقة في هذه المناطق في تحديد الدوائر الانتخابية يوم السبب نعم سوف تكون الجلسة عاصفة أو على الأقل سوف يكون بها نوع من النقاشات الكثيرة من قبل الكتل لأن هذا القانون سوف يحدث مصير الانتخابات المقويلة ومن ثم التصويت على الدوائر الانتخابية في هذه الجلسة مصادر سياسية تتحدث عن أن جلسة السبتة البرلمانية ستكون عاصفة في ضوء الانقسامات النيابية حيال مسألة الدوائر المتعددة في كل محافظة أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد